اوت بيرست ايموشنز هو عنوان المعرض اللي بدأ بتسعة الشهر بيجلغي اكزود بالاشرفية وهالمعرض بيضم 33 لوحة للفنانة لينا ايدنيون لينا كان بتفضل انه ما تحكي ابدا بحلقة اليوم لانه خايفاني من الكاميرا كيف يقدر واحد يرسم هالقدة حلوة ويعبر عن مشاعره هالقد بقوة بلوحات وبالوان وما بيقدر يعبر شفاهيا صعب الكاميرا اصعب هالكاميرا بس جمالا انا بحس اللي بيرسم دجا ما في لزوم يحكي او يكتب رسميته هن بيعبره عن حاله هيدا هيدا كتير حلو وكتير صحيح اوت بيرست ايموشنز يعني فورة مشاعر ثورة مشاعر نعم منين جاي هالمشاعر مشاعر متشابهة او العكس متناقضة في متناقضة بس ليه حتيت هالهاتيت لانه في بقيت على فترة سنتان اعتزلت شوي الفن وكل شي بحبه بالحياة ما رأيت بي ظروف صعبة وتراكموا كل هالمشاعر والاحاسيس والتحليل بقى ما قدرت اتحمل بقى ورجعت بلشت ارسوم وبي ظروف ثمانة شهور رسمت ثمانة عشر لوحة اللي هو عدد كتير كبير لثمانة عشر وعاردة خمسة عشر لوحة دي جا كنت رسمتهم من الفين وتسعة الفين وعشرة شو بحس الفنان بعد ما يعبر عن كل هالمشاعر والغضب اللي جويته مرات اذا مرر بظروف صعبة بيرتاح؟ غضب وحزن اكيد بيرتاح ومثل ما انا فارماسيان كيف ما نعالج بالقدوية بالنسبة لي الفن وخاصة الرسم علاج نفسي ولازم يكون فيه اكليبر بين الاثنين تا يكون واحد مرتاح كليا بالحياة بدنا نشوف فيلم للافتتاح المعرض الفينيساج وتخبرينا اكتر شو التكنيكي اللي بتستعمليها او اي نوع من اللوحات بترسمي نا اوكي لينا اه دونك المعرض بجالوري اكس وود الشافية كانت الافتتاح بتسعة ايار وعارضة تلتة وثلاثين لوحة تسعة واثشين لوحة زيتية وأربعة فزان ستيلي سوريال اكتر فيه كوبيزم وكلن اللون علاقة بالاحسيس والمشاعر وليه بتختار الكوبيزم والسورياليزم بالرسم؟ اه اول شي هيدا ستيلي اللي بحبه ديجا فيه فنان كتير كتير بيعجبني شغلو هو سالفادور دالي بالنسبة للي عبكري وما بحب ارسم الاشا اللي بشوفهم بالحياة بدي اظهر من الاشا اللي بتحبي تخبيهم اكتر شوف ورا الحقيقة شو شوفي بجربي من هيكي سورياليزم نعم وهاللوحة اللي عم تشوفوها هي لوحة رسمتها كان عمري 8 سنين واوه اول لوحة زايتية خليتها سوفينير هون متل ما نكون شايفين في بورتري او تكراي حتى ديزوليت هنه تابلويت فيون كوبيزم سورياليزم بيعطوا فكرة عن الحزن بس بزيت الوقت ضلحت اللون الفاتح بقلبون نور الامل لانه مفروض دايما نكون عندنا امل بالحياة نعم لنستمر الالوين غامة الالوين تابلويت كلها بلو بلو وعندي دي روج بس بيضال في ضو يعني بيضال نحط شي ضو بالنسبة اللي هالدو هو الامال لينا ليش مخترتي انه يكون يعني الرسم هو عملك كمان مهنتك هالباسيون اللي عندك يا من انتي وصغيرة ليش ما كانت كمان مهنتك ليش قلت بس بك تخليها هوبي يعني درستي فارماسي درستي فارماسي لانه تعرفي المجتمع اللبناني دايما بيعتبروا انه الفارماسي والدرواء والحكمة والانجينيور هنه الاساس يعني ومهنة بتخليك تعيش مرتاحة مبدئيا الفن دايما سوقوندير بس ما قدرت اطفن الشغف الشغف اللي عندك نعم رجعت بس بيعتبروا اكتر من هوبي بتعتبروا اكتر من هوبي بتفكري توقفي شي مرة عملك كفارماسي لا بس لانه اول فترة كنت كتير حزينة انه فتت بدمان الفارماسي بس هلا بعتبر حالي انه لا عندي شغلتين اساسيتين بالحياة وبكفي فيهم اتنين اتنين يمكن واحدة بتعتيك اويلة تانية بمشوف مجموعة من اللوحات اللي انت بيعنقولك كتير نعم هاي ماندينك سول متل ما انك شاف فيها في تفاحة عم بتدمع عم بتتقطب في ابري ما بعرف زي مبينة انتكون واضحة اكيد مبينة عم بتقطب الوجع هاي دي مديتيشن باليوغا في تسلسل تمارين بيقولولا سالوتاسيون والسولاي وهذه اللوحة مستوحيت من هالرياضة من هال اكزيرسيس هاي ناي اون بعتبر انه كل انسان عنده عين تالت هو عين الضمير والاخلاق وبيضالوا الواحد بفترة من حياته يضطر يلتج الى هالضمير ويجرب الحل لحل المشاكله من تسعة الشهر لليوم اكتر اكيد زاروا اكزود لحتى يشوفوا المعرض شو كان يعني شو سمعت شو الرومرز شو الفيدباك شو ردود الفعل بفتكر كتير حب وستيلي وعم بشجونها شايفوا اللي انت حبيت تفرجيها الرسالة اللي عم تواصليها من خلال لوحة اشوفوا اكيد حاسوا في كتير قوة وفي كتير نضج وفي حضور لكل لوحة لا ما حلوة احكي عن حالي بس هيك قالولي هيك قالولي انا انا ما عم بحكي شيء لامتا بيستمر هالمعرض لنا لتلاتة وعشر الشهر يعني للخميس لنهار الخميس لك هم ندعي لكل انه يزوروا من اقول لك لوحاتك كتير حلوين شغلك حلو وحكيت كتير منيح مع انك كنت خايفة انو بدك تحكي حكيت كتير منيح عن لوحاتك لغي تلاتة وعشر الشهر بي قالغي اكزود اوتبرست ايموشنز لكل اللي بيحبوا اللوحات الزيتية سورياليزم الكوبيزم وبيحبوا الار بشكل عام بعد شوية راح تكونوا مع بقية محطاتنا خليكم معنا موسيقى